اشتركوا في القناة ومع ذلك يجب ملاحظة أن البحوث العلمية في هذا المجال محدودة نسبياً ومعظم الدراسات تم إجراؤها على الحيوانات أو في أبحاث معملية إليك بعض الفوائد لبذور البابايا ولكن عليك استشارات الطبيب قبل تناولها 1- مضادات الأكسدة تحتوي بذور البابايا على مركبات مضادة للأكسدة مثل فينولات الكافك والكلوروجينك تعتبر مضادات الأكسدة مفيدة في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة في الجسم 2- دعم صحة الجهاز الهضمي تحتوي بذور البابايا على إنزيمات هاضمة مثل الباباين والباباينز وهي تعزز هضم البروتينات وتساعد في امتصاص المواد الغذائية بشكل أفضل 3- قد تكون مفيدة في تخفيف الاضطرابات الهضمية مثل الانتفاخ والغازات 3- دعم صحة القلب تحتوي بذور البابايا على أحماض دهنية أميدا 3 وأميدا 6 والتي يعتقد أنها تساهم في تحسين صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم 4- دعم صحة الجلد يحتوي زيت بذور البابايا على نسبة عالية من فيتامين إي والأحماض الدهنية الأساسية والتي قد تساهم في الحفاظ على صحة البشرة وترطيبها 5- دعم صحة المناعة يعتبر فيتامين سي الموجود في بذور البابايا من أهم العناصر الغذائية التي تدعم صحة المناعة كما يحتوي أيضا على فيتامين إي وفيتامينات مجموعة باء والتي تلعب دورا في دعم وظيفة الجهاز المناعي 6- دعم صحة العظام تحتوي بذور البابايا على معادن مهمة مثل الكاليسيوم والنغنيسيوم والفسفوري وهي مكونات أساسية لصحة العظام 7- قد يساهم تناول بذور البابايا في تعزيز قوة العظام والوقاية من الأمراض المرتبطة بنقص المعادن في العظام مثل هشاشة العظام 7- دعم هضم الدهون تحتوي بذور البابايا على إنزيمات الهضم التي تساعد على تحطيم الدهون وتسهيل عملية الهضم 8- يمكن أن يكون لهذا التأثير فوائد في تخفيف الاضطرابات المرتبطة بالهضم الدهني مثل الانتفاخ والإمساك 8- تأثير مضاد للتفليات هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن مكونات بذور البابايا قد تمتلك تأثيرا مضادا للتفليات فإن مركبا يسمى كاربين يعتقد أنه قادر على قتل التفليات المعوية مثل الديدان الشريطية 9- دعم صحة الأنسجة والأوعية الدموية تحتوي بذور البابايا على مركبات تسمى بابين وإيسوثيوسيانات والتي يعتقد أنها تساهم في تعزيز صحة الأنسجة والأوعية الدموية وخفض مستويات الالتهاب في الجسم 10- خصائص مضادة للالتهابات بذور البابايا قد تحتوي على مركبات تسمى إيسوثيوسيانات والتي تعتقد أن لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الالتهابات في الجسم وتخفيف الأعراض المرتبطة بها 11- دعم صحة الكبدي يعتبر استهلاك بذور البابايا مفيداً لصحة الكبدي فقد يساعد في تحسين وظيفة الكبدي وتعزيز عملية التطهير والتخلص من السموم في الجسم 12- تأثير مضاد للألم هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن بذور البابايا قد تحتوي على مركبات تساهم في تخفيف الألم مثل المركب النباتي المعروف باسم بابين والذي يمكن أن يكون له تأثير تسكيني 13- دعم صحة العين تحتوي بذور البابايا على مضادات الأكسدة مثل فيتامين س وفيتامين إي وكاروتينات والتي تعزز صحة العين وتقلل من خطر الأمراض المرتبطة بالعين مثل تدهور النظر المرتبط بالعمر والتصبغ البقعي 14- دعم صحة الجهاز التنفسي يعتقد أن بذور البابايا قد تساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بالتهابات الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية 15- دعم صحة الهرمونات تحتوي بذور البابايا على مركبات تسمى فيتوكي ميكلز والتي يعتقد أنها تساهم في تحسين التوازن الهرموني في الجسم وتعزيز صحة الجهاز الهرموني يرجى ملاحظة أنه على الرغم من وجود بعض الأبحاث التي تدعم هذه الفوائد المحتملة إلا أنه لا يزال هناك حاجة لمزيد من الدراسات السريرية لتأكيدها وغالتالي يوصى دائما بالتحدث مع مقدم الرعاية الصحية قبل تضمين بذور البابايا في نظامك الغذائي وتناولها بشكل منتظم شكرا لكم على المشاهدي الفيديو ومتابعتكم لقناتي أن تكونوا استمتعتم بالمحتوى وأستفتم منه أذا كنتم طروقكم ما نقدمه على القناة وترغبون بالمتابعة المزيد من المحتوى المفيد منصحكم بالاشتراك بقناتي شكرا لكم على المشاهدة